بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نكمل شرح محاضرات الدكتور إسراء بـ Child Health Care ونبلش موضوع Growth and Development فخلينا نبدأ إن شاء الله اللهم ألا سأله إلا ما جعلته سهلة وإنك إن شئتها تجعل الحزن إن شئتها سهلة اللهم يحيى قيوم ورح تكون أستغيث أصلح لنا شؤلنا كلها وضعنا نفسنا طرفتين بسم الله علينا نبدأ Growth and Development are the two most important biological processes of childhood الآن Growth اللي هو النموذ Development اللي هو تطور هي أهم البيولوجيكال processes العملية البيولوجية اللي بتصير عنا بمرحلة الطفولة وطبعا They go hand in hand يعني بصيرا هذه الـ two processes هذه العملية يعني بصيرا يعني مترابطات فيما بعض نعم Growth is an increase in the physical size فلما نحكي عن Growth نحكي عن نمو نحكي عن إيش اللي هي شغلات بتكون فيه زيائية خلني نحكي للجسم زيادة طول زيادة وزن زيادة cell number تمام أو زيادة cell size تمام يعني أنه زيادة في الحجم الجسم بالكامل أو جزء من الجسم associated with increasing cell number زيادة عدد الخلايا أو أنه cell size زيادة إيش اللي هو حجم الخلايا Development اللي هو التطور التطور الطفل and acquiring functions and skills that involves motor social emotional and intellectual abilities of the child طبعا development نحن نحكي عن اللي هو التطور العقلي للطفل أكثر إشي يعني بحيث أنه الأطفال بصيروا يكسبوا acquiring يكسبوا مهارات اللي هي مهارات حركية مهارات اجتماعية مهارات حسية emotional يعني أو عاطفية ومهارات اللي هو intellectual abilities اللي هي خليحكي اللي هو مهارات الذهنية mainly related to the nervous system وطبعا development بكون إيش مرتبط عنا ارتباط وثيق جدا بإيش بالجهاز العصبي لأنه إيش إحنا اللي بتطور هو الدماغ واللي growth اللي هو the whole body تمام أم عسا اللي هو يعني مرحلات اللي هو لما يكون الطفل داخل الرحم this stage begins with fertilization of the ovum and ends with the with birth اللي هو بتصير عنا بتبلش هذا المرحلة عندنا لما يتم اقتصاب البيضة وبتنتهي لما ينولد الطفل two periods فيها مرحل فيها فترتين المرحلة الجنينية وفي عنا الفيتال المرحلة المرحلة اللي بتم فيها إيش اللي هو تكوين الأعضاء during the first trimester of pregnancy في أول ثلاث شهور من الحمل during which exposure to any adverse factors can result in congenital anomalies يعني في هذه المرحلة اللي هو المرحلة إذا تم التعرض لأي عوامل معينة تمام عوامل خنقول مضرب صحة الأم أو مضرب صحة الأم ممكن إيش يصير للطفل عيوب خلقية congenital anomalies أو miscarriage اللي هو يعني اللي هو ينزل للحمل خلني حكي و ويموت الطفل بالmiscarriage الفيتال During this period the mother provides the fetus through the placenta فأول إشي ما بكون في الامريكا بيريد ما بكون اللي هو ما بكون ما بكون كون المشيمة لحد الآن ولكن في الفيتال بيريد تكون متكونة والأم بتنقل اللي هو إحتياجات طفلها من أكسجين من نوترينت وإلى آخره من خلال البلسنتا with body stores of nutrients فبتعطيه اللي هو الغذاء طبعه وبتعطيه اللي هي اللي هي اللي هي الأجسام المضادة لازمين له طبعا بعض الأمور التي ممكن صير بالفيتال بيريد اللي هي اللي هي خلنحكي اللي هو لما ينزل الحمل يعني اللي هو ينولى الطفل بوزن منخفض بوزن الطفل إنه ينولى الطفل يعني قبل معاده قبل 9 أشهر مثلا كان في هذه الأمور اللي هي اللي هي اللي هو بالفيتال الأكستر يوترين هذه هي اللي إحنا مركز عليها اللي هو المرحلة اللي هو النمو تكون إيش برا اللي هو الرحم فعند الولادة بيكون الباديوي تقريباً اللي هو وزن الطفل بيكون من 2.5 لأربعة واثنين يعني أربعة كيلو ميتين غرام تقريباً الرسبيروتور ريت اللي هو عدد التنفس بيكون أربعين لخمسين نفس بكل دقيقة البلس اللي هو النبض بيكون مئة وعشرين لمئة وستين بكل دقيقة فلاحظ انه يكون عالي جداً في هذا أول ما ينولد الطفل بنلاحظ انه هذي الامور بالأفاريج يعني بتكون عندهم نفسيك نينيات البروت اللي هي بتكون عندهم مرحلة من بابعد الولادة إلى 28 يوم بعد 28 يوم بتبدل مرحلة الإنتينسي اللي هي لحد أول سنة من عمر الطفل بعدها الـ MA من السنة الأولى تقريباً لحد السنة العاشرة من عمر الطفل بعدها الـ Miths هي مرحلة ملاهقة تقريباً حكينا عنها المحاضر الماضية اللي هوا من 10 لتمانتعاشر سنة ايضاwnDqs اللي بتأثر على إيش اللي هو النمو والتطور للطفل أول شي اللي هو الـ genetic factors العوامل الجينية These include ethnic characteristics CCC هي معنى الـ characteristics اللي هي اللي هي خنحكي اللي هو العوامل العرقية خنحكي Size of the parents اللي هو حجم الأهل تبع الطفل يعني Parents اللي هو الأباء يعني الأباء الأب والأم يعني Particularly وبالأخص الأم فمرات بنلاحظ أنه لما يكون حجم الأم شب كبير يعني شوية بنلاحظ أنه حجم طفلها بيكون نوعا ما شبير These factors are fixed يعني ما نقدر نتحكم فيه and hard to modify and influence growth from conception to adulthood فهذا العوامل ما نقدر نتحكم فيها يعني هي ثابتة وبتأثر على النمو من منذ الولاد اللي هي conception to adulthood لحد ما يصل الشخص يكمل نموه يعني تقريبا هو مرحلة اللي هو الـ adulthood لما يصير لنا بالغ environmental factors اللي هي العوامل البيئية بتأثر على النمو absence or inadequate stimulation and loving care of the child هذه أكثر شي مش بتأثر على growth إنما بتأثر إيش على هو على development أكثر إشي بحيث أنه بتصير عند الطفل اللي هو absence or inadequate stimulation اللي هو يعني الطفل مثلا في حالة مثلا لم يكون الاهل ما بيكونوا منتبهين إلو مثلا ما بيلاعبوا ما بيكلموا فاللي هو المهارات الذهنية عند الطفل بتلاحظ انه فيها تأخر بيتطورها نعم growth monitoring أول شي رح نبدأ باللي هو بمراقبة نمو كيف منراقبه its purpose شو هو الهدف منها to ensure that the child is growing well طبعا الهدف منها إنه مشان نتأكد أن الطفل بنمو بشكل كويس and that any slowing in growth is promptly detected and dealt with وأي إشي بيؤدي إلى يعني إبطال عملية اللي هو النمو للطفل بيتم التعامل معه بأقرب وقت ممكن growth monitoring is the best available indicator of the overall nutritional status of the child وكما من خلال growth monitoring اللي هو المراقبة النمو طبع الطفل بنقدر نحسب أو نشوف هو بيطينا أفضل مقياس تمام indicator الأفضل مقياس اللي هو الحال الغذائي nutritional status للطفل growth monitoring can identify high risk infants and children كمان growth monitoring بقدر اللي هو يحدد إلنا الأطفال اللي بكونوا يعني معرضين لخطر أعلى من الأطفال العاديين وتكلمنا عنهم بالمحاضرة السابقة can determine if there are growth abnormalities اللي هو إذا في عنده مثلا مشاكل بالنمو that point to the presence of an underlying disease فالمشاكل بالنمو هذه ممكن إنها ممكن إنها بتكون بسبب مرض معين to prevent nutritional disorders and the increased morbidity and mortality that accompany them فمثل ما قلنا growth monitoring قلنا هو يعني يعطينا هو عبارة عن مقياس للحال الغذائي للطفل فإذا شفنا مثلا الحال الغذائي للطفل من الدهورة أو إلى آخره من خلال growth monitoring بنقدر إنه نحسن من حالة الغذائية ونمنع إيش the nutritional disorders اللي هي الأمراض اللي بتجي من سوء التغذية تمام and the increased morbidity اللي هو الأمراض اللي ممكن تجي منها وحتى the death اللي هو يعني اللي هو الموت اللي ممكن الموت الأطفال اللي بصير من اللي هو nutritional diseases assessment of growth كيف ممكن ننقيصه أو نحسب النمولة للأطفال the assessment of growth may be longitudinal or cross-sectional longitudinal assessment of growth entails measuring the same child at regular intervals فبالlongitudinal assessment بنحسب طول مثلا طول وزن الطفل head circumference لهو المحيط الرأس تمام طول الوزن والمحيط الرأس للطفل للطفل نفسه تمام على مختلف اللي هو الأعمال مثلا عند شهر بنقيص طوله وعند شهرين وعند ثلاث أشهر وإلى آخره وهيك بنعرف أنه بنحسب هل مثلا النمو طبيعي ولا لا cross-sectional cross-sectional بكون من خلال مقارنات بحيث أنه بنقارن الطفل مع مجموعة أطفال من نفس العمر اللي بكون لهم تقريبا نفس معدل النمو أو نفس نفس معدل النمو نعم basic growth assessment involves measuring a child's head circumference اللي هو يعني اللي هو growth assessment اللي هو كيف بنقيص اللي هو النمو مثلا من خلال يعني نعرف قديش اللي هو محيط الرأس مثلا هذا الصور بتبين إلنا الweight اللي هو مثل هذا الصور كمان يعني الوزن تبع الطفل والlength or height والآن إن شاء الله لما نمش بس نظر نحن هذا الحال مثلا من قيس length اللي هو طول تبع الطفل نعم assessment of growth the most use measure is that is the weight for age by using the growth chart الآن رح نتعرف بعدين على إشي بنسمي اللي هو growth chart اللي هو عبارة عن chart معين يعني مستوى اللي هو عبارة عن هيك مستوى ديكارتي يعني بياني بنقيم في نمو الأطفال إذا كان مثلا نموهم طبيعي أو إذا كان نموهم أقل من الطبيعي وإلى آخره ممكن نحد مشاكل عندهما إلى آخره الآن the most use measure أكثر إشي بنستخدمه في هذا growth chart اللي هو الweight for age اللي هو منقارن وزن الطفل مع بالنسبة لعمره it is very sensitive measure of growth easily made with a high level of accuracy فهذا المجر اللي هو weight for age بيكون عنا very sensitive حساس جدا يعطينا يعني قراءات للgrowth اللي هو للنمو الطفل بتكون دقيقة جدا وسهل استخدامه وسهل استعماله easily made average weight gain during the first year of life is about 750 grams per month ففي أول in the first four month ففي أول أربع أشهر بيكون بكل شهر الطفل بيزيد وزنه 750 غرام كأفرج يعني كأفرج وطبعا هذا بال first year و the second four month هو الآن المو first year مقسم إلى first four month second four month third four month second four month بيكون النمو كل شهر فيها بزيد الطفل 500 غرام تمام و بال third four month الطفل بزيد كل شهر 250 غرام طبعا هذا average weight gain هو مقدار زيادة الوزن اللي هو معدل اللي هو زيادة الوزن للأطفال طبعا ممكن إنه نحسب في هذا الحال وزن الطفل فمثلا إذا كان عندنا خلنا نقول مثلا وزن الطفل عند الولادة كان مثلا خلنا نقول الثلاثة ثلاثة كيلو بنقدر نحسب وزنه لما يكون عمره 14 لأنه يكون 750 زائد 750 زائد 750 زائد 750 وإلى آخر هي فبنقدر نحسب كديش يعني نتوقع كديش وزن الطفل إذا كان نمو طبيعي فالطفل أو الرضيع بقدر إيش إنه يدوبل اللي هو يعني يعطي ضعف من وزن الولادة تبعه من باي 4 to 5 من لما يصل لهو 4 إلى 5 أشهر من حياته أو عمره ويضاعف ثلاث مرات البارثويت تبعه في نهاية السنية الأولى و يعني اللي هو بيضاعفه أربع مرات تمام by the age of 2 years اللي هو اللي نحكي اللي هو his birth weight نعم فالآن إحنا شو بنسوي بنجيب اللي هو المستوى عندنا المستوى الديكارتي و بنجيب اللي هو إيش اللي هو الـ growth chart هذا المسمي يعني وبنحط إيش بنسجل عليه اللي هو وزن الطفل وبنشوف هيك إحنا بنقدر إيش نحسب أو اللي هو يعني نشوف كيف نمو الطفل نقيم assessment of growth monthly intervals during the first year of life فبنسجل اللي هو الويت للطفل اللي هو وزن الطفل بكل شهر في أول سنة من حياته بعدين بنسجل وزن الطفل كل شهرين على هذا على هذا growth chart نفسه يعني بنسجل كل شهرين during the second year of life في السنة الثانية الثانية من عمره وبنسجل وزن الطفل كل ثلاث أشهر من ثلاث سنوات لخمس سنوات هيك بنظلنا نسجل كل ثلاث أشهر وزن الطفل مشان إيش نقيم نموه إذا كان نموه طبيعي إذا أقل من طبيعي وإلى آخره والمشاكل مثلا اللي ممكن تكون مصاحبة إله نعم assessment of growth اللي هو تقييم النمو length is measured in children younger than two years length اللي هو الطول ليش نحن نقول له يعني in children younger than two years who are measured in the recovered position يعني مكونوا الأطفال خنقول يعني مما طحين recovered position ما بقدر يوقفوا فإحنا بنحسب الطول تبعهم الheight اللي هو الارتفاع تبع الأطفال بكون بنحسبوا الأطفال اللي هو عمرهم أعلى أو أكبر من سنتين لأنهم بقدر يوقفوا فلذلك بنقدر نحسب لهم الheight average length at birth is 50 cm فالطول اللي هو المتوسط الطول عند الأطفال عند الولادة يكون 50 cm increases 25 cm in the first year of life فبسنة الأولى بيزيد 25 cm فبصر يعني 75 cm تقريبا على عمر ثلاث سنوات بيصير طول الطفل 90 cm وعلى عمر أربع سنوات بيصير طول الطفل 100 cm أو متر then height increases by 5 cm each year فبصير بعد اللي هو بعد أربع سنوات بيصير يزيد الطول لتبع الطفل 5 cm كل سنة لحد ما يصل هو البيوبرتي تمام وينغروث سبروت الآن بعد البيوبرتي اللي هو خنقول مرحلة نوراهقة يعني تقريبا بيصير الـ الـ تبعنا 9 إلى 10 cm كل سنة كل سنة كل سنة لحد ما تقريبا نصل لعمر 18-20 22 سنة هيك 18 سنة ايش نفسيك بيكون النمو عندنا 9 إلى 10 سنة كل سنة نعم growth chart growth charts are visible display of child's physical growth and development فالgrowth chart نسمي حكينا اللي هو عبارة عن مستوى دي كارتي نسمي من بين إلنا بين إلنا إيش اللي هو physical visible display يعني بين إلنا بشكل خنقول بصري واضح إيش اللي هي اللي هي كيفية نمو الطفل كيف نموه هل هو نمو طبيعي أو نمو مش طبيعي وإلى آخره it was first designed by David Morley هو اللي طلعه أول شيء أو اللي طلع بفكرته and was later modified by the World Health Organization بعدين تم التعديل عليه من قبل المنظمة الصحة العالمية growth chart is the simplest inexpensive effective and convenient tool for monitoring the child's health and nutritional status فبهذا الحال اللي هو من خلال growth chart دام growth chart هي عبارة عن إيش هي أسهل طريقة أبسط طريقة effective يعني effective convenient inexpensive تمام طريقة مشان إيش منقدر نراقب تمام اللي هو منقدر نراقب صحة الأطفال وصحة الغذائية so that changes can be interrupted over time فأي change بالgrowth care للطفل مثلا أو growth chart تبعه مثلا بنلاحظه بنقدر إيش بنقدر إنه نتدخل ويعني نقوم النمو تبع الطفل هذا مثلا صحة إذا في عنده أي مشاكل أو أمراض وإلى آخر description of the chart the world health organizing chart are international standards معايير تتبع معايير دورية that show how healthy children should grow وهي بتبين إلنا كيف لهم الأطفال السليمين صحيا لازم يعني ينمو the world health growth charts use the growth of breastfed infants growths اللي هو growth of breastfed infants فهي تستخدم إيش الأطفال اللي تم ترضيعهم برضاعة طبيعية as the normal for growth بحيث إنه هم يعني كونوا الفئة النورمال اللي هي الفئة الطبيعية للقرث هم اللي بحددوا إيش النورمال عليها the world health organization growth charts are global عالمية ولكل الأطفال to our children should be used with all children ولازم نستخدمها يعني لكل الأطفال لعمر تقريبا سنتين regardless of type of feeding يعني بغض النظر على type of feeding إذا كان مثلا breastfed أو إذا كان مثلا اللي هو bottles أو إذا آخره يعني فلازم إيش إنه لازم نستخدم اللي هو growth chart هالي the world health charts world health organization chart support the theory that optimal nutrition زائد optimal environment زائد optimal care gives us optimal growth فالoptimal nutrition اللي هي التغذية الفضلة خناحكي مع الoptimal environment بحيث إن يكون الطفل كمان عايش ببيئة ممتازة وكويسة مع الoptimal care اللي هو مرعاية ممتازة من قبل مثلا إهله وإلى آخره بأدي إلى إيش إنه الطفل ينبو بصورة كويسة وممتازة optimal بغض النظر عن وين الطفل ساكن شو عرقيته شو عرقه يعني وبأي سنة مثلا regardless of time نعم فإن دي محور السينات شوز ايج اللي هو بيكون في إيش بيكون في اللي هو العمر و بنسجل اللي هو العمر فيها لعلى من شهور بنحط شهور يعني كنقار شهور وإيش وسنوات الواي اكس شو اللي هو المحور السادي يأما مثلا بنحط في الطول تبع الطول أو بنحط في الوزن أو بنحط في BMI points plotted on or between horizontal lines corresponding to length or height weight or BMI as precisely as possible وهذا الان إن شاء الله نحن نشرحها لما نشوف أول كيف لنا Indicators الان المقاييس the reference lines on the World Health Organization and Gross Charts are either percentile lines or z-scores شو معنى هو ال reference lines هذه هي ال reference lines هذه هي ال reference lines في هذه الحالة بنلاحظ أنه عندنا percentiles تمام ولكن بهذه الحالة بنلاحظ أنه عندنا z-scores فهذه اللي بنص اللي بنكون z-scores صفر عندنا بين إلا اللي هو optimal growth تمام optimal growth the children الكرف هذا بين اللي هو optimal growth لل children z-scores فهذه هي ال reference line اللي هو النقطة المرجعية اللي بنحدد إذا الطفل مثلا كان نمو طبيعي أو لا اللي هي zero score هذه أو اللي هو ال 15th 50th percentile في حالة الهو percentiles نعم for the assessment the welfare organization has provided charts for both boys and girls ولكل بكون في charts معينة لل boys للأطفاء لل الصبيان وفي لل girls للبنات growth indicators are used to assess growth indicator مقاييس يأما منستخدم اللي هو length for age اللي هو بحيث أنه يكون عندنا الطول للعمر بنسبة للعمر أو الوزن بنسبة للعمر weight for age أو الوزن بنسبة للطول weight for length or height والbmi for age طبعا الbmi هو عبارة عن إيش اللي هو weight على اللي هو length squared يعني الوزن تبع الطفل على طوله تربيع هو بتطلع لنا اللي هو الbmi فمقدر كمان نحط الbmi بالنسبة للعمر نعم فمثلا هذا عنا اللي هو growth chart ل girls لاحبون كيف اللون الزهري تبعه ومستخدمين فيه percentiles المحور السينات بكون فيه إيش المحور السينات اللي هو age بلش بلش بشهور هنا بعدين هنا وصل لأول سنة بعدين نكمل شهور سنة ثانية وإلى آخره وإلى آخره اللي هي المحور السادات حطين إيش اللي هو الweight فمنسمي إيش هذا الشارت بنسميه wait for age wait for age girls growth chart هذا البويز حطين اللي هو الage هنا لاحظوا بكل أزرق الpercentile طبعا والweight محطوط اللي هو بال y axis بنسميه wait for age for boys wait for age نعم عنا هذا الكيرف للبويز مكتوب birth to six month اللي هو age ببلش اللي هو من من منذ الولادة لحد ما يصل ست أشهر طبعا الأرقام هذة اللي هي من صفر ل صفر ل ثلاثتاش اللي هي الأسابيع الأسابيع هذي من صفر لثلاثتاش بعدين إيش بلش بالmonth شهر الثالث شهر رابع شهر خمس وإلى آخره فهذا هو wait for age بستخدم فيه z score فمثلا إذا كان النطفل عمره ست أسابيع ست أسابيع عمره تمام ووزنه خمسة كيلو بنلاحظ أنه مو تبعه طبيعي جدا يعني حتى ممتاز optimal تمام يعني يعني عادي كأي نقطة نقطة في بمستوى يعني بنقدر نجيبها بنلاحظ أنه العمر ست أسابيع ووزنه خمسة كيلو نعم بنلاحظ مثلا عنا هذا الكير الآن بالعادة إحنا مشان نقيس أو نقيم نمو الأطفال ما بنعتبد على نقطة واحدة ولكن نعتبد على عدة نقاط ومنوصل بيناتين مشان يطلع إلينا كير فمثلا بنلاحظ أنه الطفل هذا عند لما كان بالشهر التاسع وزنه كان ثمانية كيلو بسنة وشهر تقريبا كان وزنه تقريبا تسعة كيلو بسنة وستة أشهر سنة ونص يعني تقريبا كان وزنه تسعة كيلو ونص يعني تسعة كيلو ثلاثة وإلى آخره فمنلاحظ أنه النمو تبعه يعني أقل من الطبيعي الطبيعي اللي هو اللي بيكون عندنا زيت سكور فمثلا الطبيعي أو اللي هو الأوبتيمال عندنا اللي هو عمر الطفل تسعة أشهر تمام يكون تقريبا الوزن تبعه يعني تقريبا تسعة كيلو تمام فبالكيرف هذا بنحدد هل إذا الطفل مثلا نمو طبيعي هذه نقطة ومنحدد إيش إذا الطفل عنده مشكلة مثلا نعم height for age للغيرلز طبعا بتختلف الgrowth chart between girls and boys طبعا لأنه طبعا طول الإناث بختلف عن طول الذكور يعني وفي اختلاف بيناتهم واضح حتى بالweight وإلى آخر مثلا الشارت هذا شو ببين علنا أول شي مستخدم فيه اللي هو Zscores في الage اللي هو من سنتين لخمس سنوات عمر واللي هو بيحسب إيش الطول فهو إيش الطول بالنسبة للعمر ف بين الكارب لهذا البنت اللي احنا بنحكي عنها لما كان عمرها سنتين وأربعة أشهر تقريبا كان طولها خلينا نحكي 93 سانتة لما صار عمرها ثلاث سنوات وثلاث أشهر تقريبا طولها زاد ما يقارب خلينا نحكي يعني الرقم اللي بطلع يعني تقريبا صار طولها 97 تسعين آآ نعم تقريبا 97 سنتيمتر وهنا بعد أربع سنوات آآ لما صار من أربع سنوات وشهرين تقريبا صار طولها آآ 103 سانتة 104 سانتة تقريبا من لاحظة من لاحظة النمو تبع تقريبا طبيعي بالنسبة لل الرفرنس بوينت تبعتنا اللي هو 0 score z score تمام ويت فور هايت في هذا بختلف هذا الكيرب عن الكيربات اللي عرضناها قبل شوية هذا الكيرب بين اللي هو الويت اللي هو يعني الوزن بالنسبة للطول الويت بالنسبة لي ايش اللي هو للطول للهايت تمام من 2-5 years بنلاحظ انه يعني نفس ما بتبين الى هذه النقاط لما كان تقريبا طوله 85 سانتة كان وزنه اللي هو 13 كيلو ولما كان مثلا طوله خنحكي 97 سانتة كان وزنه تقريبا 16 كيلو فبنلاحظ انه هو اعلى من الطبيعي بشوية weight for age اللي هو اللي هو الوزن بالنسبة للعمر weight for age reflects the body weight relative to the child age نفس ما قلنا يعني اللي هو بعكس انه اللي هو وزن الطفل بالنسبة لعمره this indicator اللي هو هذا المقياس is used to assess whether a child is underweight يعني هذا المقياس من ليش نستخدمه مشان نشوف اذا الطفل هذا مثلا هو underweight يعني وزنه أخف من اللازم أو أقل من اللازم أو بكثير but it is not used to classify as a child as overweight or obese ولكن ما ممكن نستخدم weight for age مشان نقدر نحدد إذا الطفل هذا مثلا هو overweight يعني وزنه أكثر من اللازم أو obese إنه ناصح جدا because weight is relatively easily measured this indicator is commonly used but it cannot be relied upon in situations where the child age cannot be accurately determined such as refugee situation ف بسبب إنه الوزن طبعا سهل إن نقيس الوزن فهو إيش الانديكيتور هذا سهل الاستخدام وأكثر هو الاستخدام يعني commonly used ولكن ما منقدر نستخدمه إذا ما منعرف إذا ما منقدر نحدد قديش يعني عمر الطفل بالضبط لأنه يعطينا يعني قراءات خطأ في هذه الحالة مثلا كيف مثلا ما منقدر نحدد اللجوء ما منقدر تعرف اللجوء اللجوء ما في عندك أي ورقة تثبت قديش عمره يعني تقريبا note if a child has edema اللي هو تجمع سوائل في القدمين fluid retention increases the child's weight masking that may actually be very لوري فالآن هذه الملاحظة لازم ننتبه إلها إنه الآن الأطفال بعض الأطفال بيكون عندهم مثلا مشكلة بحيث إنه بيكون عندهم إيش اللي هو الإديمة اللي هي تجمع السوائل في القدمين عندهم فتجمع السوائل هذا وممكن يزيد الطفل يزيد وزن الطفل ولكن اللي هو increasing the child weight masking يعني ولكن بيخفي حقيقة إنه الطفل may be يعني very very low weight يعني بحيث إنه وزن الطفل الحقيقي بدون الإديمة دون الجوع السوائل بيكون إيش قليل قليل هنحكي length for age اللي هو الطول بالنسبة للعمر this indicator can help identify children who are stunted اللي هو short يعني اللي هو الأطفال إيش بيكون النمو عندهم في مشكلة stunted يعني بيكونوا أكسر من اللازم بالنسبة للأطفال بين عمرهم due to prolonged under nutrition طبعا ليش ممكن يصير اللي هو ليش مثلا الطفل بيكون إيش أكسر من عمره بسبب إيش under nutrition يعني يمكن اللي هو التغذية مش كويسة للطفل أو repeated illnesses اللي هو أو إنه الطفل اتعرض لأمراض متكرر بالفترة السابقة يعني children who are tall for their age can also be identified but tallness is rarely a problem unless it's excessive يعني and may reflect uncommon endocrine disorders طبعا كان بيقدر يعكس اللي هو إذا كان طول الطفل أكثر من الطبيعي يعني tall أطول من الطبيعي ولكن زيادة الطول هذه يعني نادرة ما بتكون مشكلة إلا في بعض الحالات أنه بكون زيادة الطول يعني هائلة جدا مثلا خنقول طفل عمره ثلاثة نوات طول يعني تقريبا خنقول متر ونص مثلا فهذا عنده مشكلة مشكلة يعني عنده مشكلة إندوكراينة يعني في الغدل الصماء إذا سمعنا بالمرض اللي هو التعامل وخنحكي فهذا مثلا واحد من الأمراض اللي بيسوي عندك إيش اللي هو Excessed Tallness اللي هو بحيث أنه يكون الطفل إيش يعني طوله أعلى بكثير من اللازم Wait for length or height اللي تكلم عنه موجود بالكيرب هذا يعني اللي هو Wait for length نعم هذا هو Wait for height or Wait for length نفس الشارت هذا This indicator is especially useful in situations where children's ages are unknown ففي هذا الحال بنقدر نستخدم Wait for length في حالة إيش إنه ما بنعرف قديش قديش العمر الأطفال بالزبط Low weight for height might indicate a child may be wasted or severely wasted Wasted معناها كمان Underweight نفسها تقريبا هي إيش Underweight يعني بحيث أنه يكون وزنه أقل من الطبيعي Wasted severely Wasted بيكون وزنه أقل بكثير من الطبيعي ف Low weight for height اللي هو الindicator طبعا إذ كان قليل بيبين أنه الطفل ممكن يكون عندك Underweight أو severely underweight Wasting is usually caused by a recent illness or food shortage that cause acute and severe weight loss طبعا الWasting بيكون بسبب إيش اللي هو مرض يعني حدوث يعني موعد حدوث الزمني كان قريب شوية recent يعني حديث or food shortage إنه مثلا نقص بالطعام مثلا أو إنه الطعام مش كويس للطفل مثلا أو إلى آخره ممكن إيش يسوي عنده acute and severe weight loss بحيث إنه الطفل بخسر وزن بطريقة حادة ويعني قوية جدا these charts also help identify children with high weight for length or height who may be at risk of becoming overweight or obese وبنقدر كمان نستخدم اللي هو weight for height إذا طلع عنا ال indicator يعني عالي جدا بنقدر نحكي إنه الطفل هذا يمكن يكون overweight يعني وزنه أعلى من الطبيعي أو obese اللي هو بيكون يعني أعلى بالكثير من الطبيعي اللي هو بيكون يعني ناصح جدا BMI for age is an indicator that is especially useful for screening for overweight and obesity ونستخدم BMI أكثر إشي مشان نعرف إذا الطفل overweight يعني وزنه أكثر من لازم أو إنه obese يعني اللي هو ناصح جدا using the growth chart الآن كيف نقدر نستخدم ما هو growth chart أول شي لازم obtain accurate measurements تكون قياسات قياساتك للطفل يعني accurate تكون صحيحة دقيقة 100% الوزن تبعه يكون دقيق قياس القياس الطول يكون دقيق يعني يكون accurate select the appropriate growth chart طبعا لازم إذا كان الطفل مثلا ولد نستخدم growth chart الخاص للأولاد يعني اللي هو للبويز أما إذا كان مثلا بنت للقيرلز تمام select the growth chart to use based on the age اللي هو للعمر في مو بتختلف في عنا مثلا اللي هو growth chart اللي أقل من سنتين اللي عمرهم أقل من سنتين في growth chart اللي عمرهم يعني من سنتين فما فوق and sex مثلما قلنا of the child being weighed and measured record data لازم نسجل ال data تبعتنا للمعلومات determine age لازم إيش نحدد العمر إذا كان العمر يعني تبعه نقول غريبة شوية في حالة إذا كان أقل من سنتين بنقرب لا إيش لا أقرب شهر فمثلا فمثلا إذا كان عمر الطفل عندنا يعني تقريبا لم يكون عمر الطفل خلينا نحكي يعني اكتبت بثال شوي بس نعم لم يكون مثلا عمر الطفل خمس أشهر وثلاث أسابيع بنقربه لست أشهر يعني خلص بنحط لست أشهر ولكن مثلا إذا كان عمر الطفل خمس أشهر وأسبوع خلص بنقربه لإيش يكون خمس أشهر فقط تمام ولكن إذا كان اللي هو عمر الطفل أكبر من سنتين بنقربه ل يعني لأقرب ثلاث أشهر من السنة فمثلا إذا كان عمر الطفل سنتين وشهرين ومثلا وأسبوع خلص إحنا بنسوي يعني سنتين وثلاث أشهر وهكذا enter the child age بندخل اللي هو عمر الطفل وندخل إيش اللي هو الويد تبعه الوزنه وبندخل إيش طوله after immediately after taking the measurement مباشرة بعد ما اللي هو نقيسه مشان ما ننسى أو نخربط فيه نعم interpretation as this goes الآن كيف نترجم هذه النتائج التي تطلع عنا مثل ما قلنا بطلع عنا curve تمام الكيرف هذا الكيرف هذا بين إلينا إشي معين كيف نعرف شو مقصود بهذا الكيرف شو مقصود بالكيرف اللي بطلع معنا هذا الآن نعرف إن شاء الله اللي هو الوسيط which is the average اللي هو يعني الرفرس بوين تبعتنا اللي هي النقطة المرجعية اللي هي الـ average اللي هي يعني المعدل تبعنا the other curved lines the other curved lines are these score lines which indicate distance from the average وهي بتبين إلينا إيش اللي هو committed deviation اللي هي الانحراف عن الـ average عن المعدل الطبيعي these score lines on the growth charts are numbered positively 1-2-3 positive و negative 1-2-3 تمام in general a plotted point that is far from the median in either direction for example close to the 3 or minus 3 may represent a growth problem فلما تكون عندنا النقطة مثلا أو الكير بعيد جدا عن اللي هو الـ average بحيث يكون عندك يعني قريب من الزي score 3 أو قريب من الزي score ناقص 3 فهذا بيكون عندك growth problem يعني بيكون عندك إيش مشكلة بالنموذ للطفل although other factors must be considered to charge the growth trend يعني growth trend خليحكي اللي هو يعني كيف الأطفال بعمر مثلا بنمو هل النمو تبعهم مثلا زيادة أو بختلف فمثلا إذا بنقارن عن growth trend تبعت جيلنا عن جيل آبائنا مثلا أو جيل أجدادنا بختلف growth trend فمثلا لو قارننا بين طفل عمره سنتين من جيلنا وطفل عمره سنتين من جيل آبائنا يعني طبعا بختلف يعني الكاركتريستيكس تبعاته يعني من الميدين قريب للزيد سكورل هي لم تكون سفر اللي هو يعني مثل ما شفنا بهذه الصورة تقريبا فهذا بنقدر نحكي إنه growth تبعه طبيعي لأنه قريب جدا للميدين يعني فوقي شوية تحتيب شوية فهكي بنحكي إنه growth تبع للطفل هذا طبيعي فلما يكون عندك الكاركتري تبع الطفل مثلا تغير بشكل مفاجئ يرتفع لفوق فجأة أو انخفض لتحت فجأة هذا لازم نشوف شو الوضع ليش صار التغير هذا فجأة لأنه ممكن يكون سبب مرض معين الآن إذا كان عند الكار ثابت يعني خط ثابت هيك في عندك يعني أكيد عندك مشكلة الطفل لأن الطفل يعني ما بزيد ليه وزنه ما بزيد طوله فعندك مشكلة الطفل بنسمي هذ المرحلة اللي هي stagnation stagnation and may also need to be investigated فلازم إيش لازم إنه يعني نستكشف ليش صار النقطة هذي ليش الطفل ما بنمو فلما يكون عندنا الطفل اللي هو بعبر أو بقطع خط Z-score معين هيك يمكن أنه يكون عند الطفل مثلا مشكلة معينة فبقدر مثلا طبيب يعني يشوف الكار الطفل ويشوف إنه هل مثلا نمو تبع طبيعي مثلا في هذه الحال مثلا هل نمو تبع طبيعي أو لا يعني متى بلشت هذا المشكل مثلا أو كديش اللي هي سرعة حدوثها يعني فهذه أمور يمكن الأطباء أو الهيالث ورق يعني أو الهيالث care provider إنه يقدر يعني يترجمها الآن الاعتماد على الجدول مشان إيش نقدر نطلع إذا الأطفال في مشكلة مشاكل بالنمو length for age chart a child whose length for age is below the line minus 2 اللي نحي الآن length for age اللي هو الطول بالنسبة للعمر الآن إذا كان عندنا الطفل الكرب تبعهم أقل من ناقص 2 بنلاحظ أن الكرب تبعهم بيكون أقل من الخط تبع ناقص 2 بيكون بيكون short بيكون أقصر من اللازم إذا كان عندنا أقل من ناقص 3 بيكون أقصر minus 2 line بنسمي إيش underweight تمام بنسمي إيش underweight يعني وزنه أقل من اللازم ولكن ناقص 3 بيكون عيش severely underweight maybe observe طبعا هذه مرسمس و quatial core إن شاء الله رح نحكيها بمحاضر child health 3 weight for length weight for length chart a child whose weight for length is above the line 3 لما نلاحظ إنه الكيف تبع الطفل أعلى من ثلاثة في لما نستخدم اللي هو الوزن بالنسبة للطول أعلى من ثلاثة بيكون الطفل obese بيكون ناصح جدا أعلى من الثنين بيكون overweight يعني يكون وزنه أعلى من الطبيعي أعلى من واحد possible risk of overweight بحيس إنه يكون عنده احتمالية إنه يصير overweight يعني يزيد يكون وزنه زائد أكثر من اللازم below the line اللي هو minus 2 بيكون عنا wasted طبعا هذي كل الأرقام هذي بنحكي عنها الموجودة بالهي ز score مثل هذا الأرقام مثل هذا الأرقام نحكي عنها هذا الأرقام فمثلا هذا الweight for height لما يكون عندنا الطفل أعلى من ثلاثة الكيف بيكون هنا مثلا بيكون الطفل هو obese إذا واحد في مثل هذا الحالة بيكون risk to be overweight الآن إذا كان عنا أقل من ناقص 2 يكون ويستد يكون وزنه أقل من اللازم وإذا كان عنا ناقص 3 تحت ناقص 3 يكون وزنه أقل بكثير من اللازم ومطلب يروح to seek medical attention مباشرة إذا شبنا الطفل أقل من ناقص 3 بيكون severely wasted يعني بيكون الطفل هذا منتهي يعني BMI for age the child whose BMI for age is above the line 3 بيكون obese above 2 over weight above 1 shows possible risk of overweight تمام فعلنا هذا المثال الآن أول شي لازم منعرف الشو التشارت اللي قدامنا أول شي بنستخدم فيه z score هو ال boys مثل ما مكتوب هنا بنستخدم فيه weight و بنستخدم age أقل من سنتين فلذلك هو ايش بيكون عنا بيكون عنا اللي هو weight for age 6 2 years اللي هو for age لنا هذا النقطة هذا النقطة بتبين إلينا الطفل عمره سنة وإيش سنة وشهر تمام سنة وشهر تقريبا ووزنه تقريبا 7.5 كيلو لاحظ إنه النقطة عند تحت ناقص 2 ف تحت ناقص 2 ماذا يعني لنا ذلك اللي هو weight for age معناته إنه الطفل is wasted تمام وزنه أقل من اللازم مثل هذا الطفل عمره تقريبا سنة سنة وشهر الطول تبعه 70 سانتة وثلاثة 70 وثلاثة سانتة والوزن تبعه 7.5 كيلو مثلا عندنا هذا الكير weight for length داخل كيف weight for length للبوي ومنستطيع في زي سكور نلاحظ إنه الطفل تقريبا يعني ما يقارب خليني نحكي 63 تقريبا 63 سانتة طوله وزنه تقريبا 10 كيلو بنلاحظ إنه أعلى من ثلاثة فبكون الطفل أي شفية الحالة بكون obese مثل صورة هذا الطفل يعني يكون obese ناصح جدا obese boy تقريبا 3 2 3 and a half month يعني اللي هو عمره 3 أشهر ونص 63 سنتيمتر اللي هو طوله و10 كيلو هو وزنه نلاحظ إنه إيش obese كمان ملنا الآن اللي هو assessment of growth كيف نقيم اللي هو النمو الآن بدنا نقيم إيش اللي هو development اللي هو إيش تطور تطور أكثر إشي مثل ما قلنا is connected to the nervous system تمام development depends upon the maturation النضوج خاصة النضوج العقلي والفكري and myelination of the nervous system مثل ما قلنا myelination اللي هو مادة الميلين اللي هي بتحيط بالأكزون الموجودة بالسنترال nervous system أو بالnervous system بشكل عام يعني the sequence of development is the same for all children الآن sequence اللي هو نمط تمام أو ترتيب ترتيب التطور عندنا بالأطفال هو واحد يعني مش متغير كله نفس الأطفال فمستحيل تلاقي مثلا طفل بقدر يمشي قبل ما يحبو مثلا أو مثلا مستحيل تلاقي طفل بقدر مثلا يسبح تمام يحبو بدون ما يقدر يشد عضلات رقبته تمام فالسيكنس هو نفسه السيكنس هو نفسه بط ده ريت اللي بختلف بين الأطفال مش السيكنس بختلف الريت اللي هو سرعة تتطور عند الطفل فمثلا في بعض الأطفال ممكن أنه يمشي مثلا على سبع أشهر في بعض الأطفال ممكن أنه يمشي مثلا على تسعة أشهر وهكذا هذا هو القصد بيش إنه الريت أو تفربمنت بيختلف من طفل لآخر الآن الديركشن اتجاه التطور للطفل تفربمنت تمام فأول مثلا التقذب الطفل هو مثلا طفل صغير مثلا يعني بعد الولاد خليحكي بنلاحظ أنه رقبته يعني فلسد النسمة بنقول نسمة يعني كون رقبته خيط يعني ما بقدر يرفعها ما بقدر يتحكم فيها صح فأول شي مثلا بقدر يتحكم فيه اللي هو الأطراف رقبته بعدين مثلا اللي هو الترنق تبعه اللي هو التورسو بعدين مثلا هو الأطراف اللي هي العلوية الأدين تمام بعدين الأطراف السفلية رجلين يبلش مثلا يحبو بعدين يبلش يمشي بعدين يوقف بعدين يبلش يمشي وإلى آخره فلذلك نقول الـ الـ There are developmental landmarks that can be checked The developmental landmarks هذي إنه لس بقولنا developmental landmarks اللي هي بكون مثلا متى الطفل بقدر يتحكم اللي هو بعضلات رقبته متى الطفل بقدر يجلس بدن الطفل بقدر يمسك شغلة متى الطفل بقدر يوقف متى الطفل بقدر يمشي يحبو وإلى آخره فهذه هي معنى developmental landmarks هذي إيش منقدر إيش إنه can be checked منقدر نعتمد عليها نشوف إذا الطفل مثلا عندهم مشاكل مثلا إذا طفل وصل عمره سنتين وبعده ما يمشي طبعا عنده مشكلة فهذه هو القصد بالdevelopment landmarks that can be checked development is assessed in two major aspects كيف نقيم التطور من خلال شغلتين الموتور الحركات التبع التطفل وال psychological development من ناحية السيكولوجية الذهنية أكثر شي involves gross motor development control of head sitting standing الحركات اللي ما بتطلب مستوى عالي من الدقة خلص control of head sitting اللي هو لما الطفل هو يقعد standing لما الطفل هو يوقف مثلا ما بتطلب اللي هو fine movement ما بتطلب اللي هو دقة بالحركة أما fine motor movement development من خلال movement of hands الكف نفسه fingers اللي هي الأصابع eyes العيون فهذه هي fine motor development طبعا و of course بشكل عام الأطفال مش بشكل عام يعني لازم إن الأطفال يكسبوا يقدروا يتحكموا بال gross قدام ما يقدروا إيش يتحكموا بال fine motor فمنلاحظ إنه الطفل يعني بقدر يكسب control head بقدر يحرك أدي بشكل عام مش أصابعه مثلا بشكل خاص إنه حركة دقيقة مثلا قدام إيش يعني بهذا الترتيب قدام ما مثلا يقدر يمسك لعبة معينة بطريقة معينة طريقة دقيقة نوعا ما وإلى آخر السايكولوجيكال ديفلوبمنت السايكولوجيكال ديفلوبمنت اللي هو تطور الذهن لدى الطفل اللي يعني بتلاحظ أنه الطفل مثلا بلش يتعلق ب الهو الأشخاص المهمين إلو بحياته مثلا أمه أبو الكيرتيكر اللي هم الناس اللي بيعتنون فيه مثلا جداته خالاته إلى آخره تقريبا اللي هو الطفل المت بقدر يتحدث مت بقدر يعني ينطق هنحكي تقريبا بيقولوا إنه تسع أشهر تقريبا بيكون اللي هو الطفل قادر إنه يصدر أصوات معينة بيقدر يطلع أحرف معينة مثلا كلمات بسيطة تقريبا على التسعة شهر وهذا بيعتمد على المحفزات اللي هو المحفزات اللي هو إذا مثلا إله بدربوه بتفاعلوا معه طبعا الطفل رح يقدر يتحدث بصورة أقرب يعني بوقت أقرب اللي هو الطفل بصير متى يخاف من الناس الغريبين مثلا لأنه الطفل هو صغير ما بقدر يميز ولكن لما يصير عمره من 7 إلى 8 أشهر بقدر يميز الشخص غريب عليه وبصير يخاف منه تمام شو هي العوامل اللي ممكن تسوي عنا اللي هو تأخر بالنمو عنا مش النمو أسف اللي هو تطور التطور الطفل أول شي لما تكون العيلة تبعت الطفل مشغولة ما ينتبه إلو ما رح يعني يتعرض الستيميولاي كثير بالإنفيرومنت تبعته ما رح يقدر يتعرض يعني لإشارات معينة فمثلا موجود اللي هي هانا اللي هو أنه الفوكاليزيزيشن مثلا موجود موجود على الستيميولاي مال الستيميولاي اللي هو إهله إذا تكلموا مع الطفل يقدر يعني يسرعوا من عملية الطور عنده تكون طبيعية ولكن إذا ما تكلموا معه ما حفلوا يعني بشكل عام يعني بتلاقي يعني غريبة على شغلات كثير فهذا معلل اللي هو بيكون الطفل عنده مشكلة بتطور في هذه الحال الطفل بيكون يعني عاطفي مرهق عاطفيا يعني الأهل ما بيحنوا عليه يعني هذا معلل بيخلوا الطفل مقروض لحد ما ينتهي يعني 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 بالنسبة لنا يعني 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 ما بيحتمل الطفل ما بيحنوا عليه مثلا ما بيلاعبوه وإلى آخره فهذا بيسوي ايش مشكلة عند الطفل بصير فبتأثر على اللي هو التطور تبعه المشاكل الصحية سوء التغذية الكساح الكساح الأطفال الكساح و كونجينة نعماليز مثلا بعض العيوم الخلقية بتأثر على التغذية عند الأطفال وبتأخره delay in التغذية وهيك إن شاء الله بنكون خلصنا المحاضرة على أمل أنها تكون ساعدناك بشيء بسيط من فهمها إن شاء الله يعني إن شاء الله بظل المحاضرة ثالثة ل Child Health Dektora إسراء إن شاء الله رح أشرحه بأقرب وقت وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته